على ضفاف أودية قاحلة في أخفض بقعة على الأرض تترى ما مضارب بدوية منذ عشرات السنين في ظروف أقل ما توصف به أنها قاسية قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاول جاهدة إخلاء المنطقة من سكانها الفلسطينيين إما عن طريق الاستيطان أو عبر تدريبات عسكرية برية أو مجوقلة تأتي على الأخضر واليابس من مزروعات تشكل مصدر الرزق الوحيد للفلسطينيين في هذه المنطقة إلى جانب تربية المواشي تبلغ مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في منطقة الأغوار 180 ألف دنم أي ما نسبته 40% تقريبا من المساحة الكلية للأغوار ويستغل الفلسطينيون منها 50 ألف دنم ويستغل المستوطنون 27 ألف دنم من الأراضي الزراعية فيما تسيطر إسرائيل على 400 ألف دنم كمناطق عسكرية مغلقة رغبة إسرائيلي واحد بالاستطان في هذه المنطقة كفيلة أن تتجيش إسرائيل حكومة وجيشا ومستوطنين لتوفير حماية أمن هذا المستوطن على حساب السكان الأصليين من الفلسطينيين والذين يلهثون منذ عشرات السنين وراء إثبات حقهم التاريخي في هذه الأرض من منطقة الأغوار الشمالية في الأراضي الفلسطينية خالد القاسم العربية ترجمة نانسي قنقر